صباح الخير يا سيد محمد صباح الخير عليك يا أستاذ الهواند وصباح الخير على السيدة المشاهدين قناة دينادي الأخير أهلاً أنت زعلان ليه؟ أنت كنت مع فرنسا شكلك صحيح طب تصدق زي وزي صحيح بس ده الحزن التاني يوم بس على فكرة إحنا ما فيش مننا كتير لا فعلا يعني المعظم آه معظم 95% وليونيل ميسي 95% فعلا يعني يتلاقي حتى من المصريين ليونيل ميسي طيب شفت ده إزاي؟ يعني ليه أصلاً الناس كانت قوي كده حب الأرجنتين هو ليه يعني هل يستحقوا ولا ده فعلاً عشان ميسي فقط يعني المنتخب الأرجنتيني صحيح البداية كانت مفاجأة من مرات المنتخب السعودي لكن بعدها المنتخب الأرجنتيني قدر أنه يصحح الوضع ويصحح المصار طبعاً يعني الكل كان متعاطف مع المنتخب الأرجنتيني خصوصاً بعد إعلان ميسي بالنسبة كبيرة هتكون ده المنديال الأخير لي فيعني يعتبر خلاص اللي هو يعني يعني البطولة دي بالنسبة له يعني حياء أو موت آه صحيح أنه أخد كوب أمريكا النسخة الأخيرة من البرازيل بعد صعوبة برضو ما كانش حصل عليها يعني كان عنده زي إحباط فترة صحيح فأكيد يعني بعد كمان محاولة في 2014 وممورات نهائي مع منتخب ألمانيا فكانت بالنسبة له المنطولة دي كده مهمة جداً ويقدر أنه هو يحققها وأكيد أنه هو يعني زي بلوك ده قفل اللعبة خلاص يعني كل بطولات سواء مع مؤلاء أو منتخبات عمالها هو حقق مدحية مدحية ويمكن كمان أعلن ده آخر مونديال ليه يشارك فيه بس عشان برضو الناس تلخبطت شوية مش آخر مشاركة دولية لميسي بالعكس هو قاله هو فخور أنه هو هيمثل الأرجنتين مرة أخرى دولياً بعد ما فازت بكاس العالم لكن هو ده كان آخر مونديال فقط لميسي يعني شكراً للمشاهدة